موسيقى أسعد الله وقاتكم أعزائي المشاهدين الرياح خفيفة لمعتدلة السرعة بوجه نعام حتى نهاية اليوم فرص لنشاطها خلال الأيام القادمة وفرص الغبار المثار أثناء نشاطها لكن هذه الفرص ستكون محصورة على المناطق الصحراوية والمكشوفة اعتدال في درجات الحرارة خلال المساء يميل البرودة قليلا في الفترات المتأخرة من الليل والفجر خاصة خارج المدينة ودرجات الحرارة العظمى تتراجع عن الاربعين درجة مئوية وأيضا تتراجع عن السبع وثلاثين درجة مئوية خلال الأيام القادمة لكن لا تزال الأجواء حارة نسبيا خلال فترة الضحيرة نتعرف على أجوانها أكثر حاليا السمة صافية والرياح خفيفة لمعتدلة السرعة بوجه نعام تتراوح سرعتها ما بين الثمانية إلى الثلاثين كيلو متر في الساعة أجوان معتدلة درجة الحرارة حاليا تتراوح ما بين الخمسة وعشرين إلى سبع وعشرين درجة مئوية وهي حاليا سبع وعشرين درجة مئوية في مطار الكويت الدولي الرطوبة النسبية عشرين بالمئة والرؤية الأفقية ممتازة أكثر من اثنى عشر كيلو متر صور الأقمار الصناعية تبينه سمة خالية من السحب الوضعية هذه راح تستمر ويانا لعدة أيام مع الرياح خفيفة إلى معتدلة سرعة تنشط بين الحين والآخر والرياح شمالية غربية لكن هاو الكوسم المتوقع أن يعود مجددا خلال الأيام القادمة حتى نهاية اليوم الرياح خفيفة إلى معتدلة سرعة شمالية غربية من عشر إلى ثلاثين كيلو متر في الساعة سمة صافية ودرجات حرارة تتراوح ما بين الواحد وعشرين إلى الخمسة وعشرين درجة مئوية حتى منتصف نهار يوم الغد الرياح الشمال الغربية راح تستمر ويانا خفيفة إلى معتدلة من عشر إلى ثلاثين كيلو متر في الساعة الشمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه بين الحين والآخر ودرجات الحرارة تتراوح ما بين الثلاثة وثلاثين إلى الستة وثلاثين درجة مئوية في أغلب المناطق مع سمة صافية ورياح خفيفة إلى معتدلة سرعة بوجه عام أقل درجات الحرارة راح تكون في جزرنا الجنوبية وأيضا على سواحلنا الجنوبية تتراوح درجات الحرارة ما بين الثلاثين إلى الثلاثة وثلاثين درجة مئوية جنوبا والبحر سيكون خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم والرياح الخفيفة إلى معتدل السرعة ستستمر حتى نهاية يوم الغد شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه من 8 إلى 30 كم في الساعة مع سما صافي ودرجات حرارة تتراوح ما بين 23 إلى 27 درجة مئوية البحر من فترات الحمل مناسب الذي ينزل البحر في الباشر الأجواء زينه من 1 إلى 4 قدم المد الأول بدنا للساعة 2 و 4 دقائق صباحاً المد الثاني ساعة 3 و 37 دقيقة مساءاً والجزر أول الساعة 9 و 7 دقائق والجزر الثاني ساعة 9 و 3 دقائق مساءاً المواقيت بذن الله أذان الفير ساعة 34 والشرق الساعة 55 والمغرب الساعة 5 و 12 دقيقة أما الضقص المتوقع خلال الأيام الخمسة القادمة سما صافية ورياح خفيفة إلى معتدل السرعة بوجه نعم فرص لنشاطها بين الحين والآخر رياح شمالية غربية والهوالكوس يعود مجدداً تداء من يوم السبت درجات حرارة أقل من الـ 40 درجة مئوية وتتراجع عن الـ 37 درجة مئوية خلال الأيام القادمة وتحديداً في يومي السبت والأحد والصغرة أقل من 20 درجة مئوية تميل البرودة بشكل ملحوظ في الفترات المتأخرة من الليل والفجر 36 باشر العظمى والصغرة 18 شمالية غربية من 36 كيلومتر في الساعة شمالية غربية ينشط بين الحين والآخر فرص لغبار مثار لكن هذه الفرص ستكون محصورة على المناطق الصحراوية والمكشوفة فقط الرياح من 10 إلى 45 كيلومتر في الساعة البحر سيكون معتدل إلى عالموج من 2 إلى 6 قدم أجل أي نشاط بحري 36 العظمى والصغرة 19 درجة مئوية 37 في يوم السبت و20 الصغرة ومن 10 إلى 45 كيلومتر في الساعة البحر أيضاً من 2 إلى 5 قدم وقد يصل إلى 6 قدم هم أجل أي نشاط بحري يوم السبت يقلب الهواء إلى الكوس لكن الاحساس بالرطوبة سيكون أقل مما كنا عليه في السابق لأن درجات الحرارة تراجعت عما كانت عليه في الأيام الماضية 34 العظمى والصغرة 17 وهو كوس خفيفي لمعتدل من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة وحول هذه المعدلات جنوب شرقي من 6 إلى 28 الهواء الكوس في يوم الأحد و34 العظمى والصغرة 16 درجة مئوية أزالي مشاهدين الأجواء الحارة النسبية مستمرة خلال فترة الظهيرة فقط والاعتدال ملحوظ خلال المساء وأجواء أكثر اعتدالا وتمين للبرودة قليلا في الفترات المتأخرة من الليل والفجر ستستمر ويانا لعدة أيام سمع صافية وخالية من السحب أيضا حتى الآن نشط الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم ترجمة نانسي قنقر